اليوم أول مرة بحياتي بيجي على السينما بصراحة كان شيء كتير جديد علي ماما وبابا كانوا دائما بيحكولي عن السينما وأنه هو تراز قديم يعني أنا أهل الأحصار عمري 81 سنة من 50 سنة فتحضر السينما تم تشهيد هالمكان من فترة خصيرة بفضل جهود أهل البلد وأهلنا من باقي المحافظات السورية كان شامي أو حلبي أو حمصي كنت أحضر السينما أنا وأصدقائي أولاد عمي وأراهي بيننا وهاي كنت أحضر يعني بس مو كتير يعني قالي يعني ما وإنه كل ما إجا فيلم أعذروا بالطول يعني كتير كنت من حمصي لحتى إجي وشفت شيء جديد كتير حبيت هاي السينما بتمنى أنه تكون دائمي ونجي أنا ورفقاتي لهون وحبيت الأفلام اللي بيعضوها أنه مناسبة لكل الأعمار وحتى الناس كانوا منسجمين لا مناسبة كتير لأنه شيء كتير جديد وهيك بساعد المنطقة على التطور مكان قديم جدا بفضل جهود الشباب هنا تم تشكيلها التحفي طبعا أخذنا أفكار من الشباب أصدقائنا صار لعنا أصدقاء كثير من كافة المحافظات وكل من حط لمستو لحتى تشكل هالهيكا العدل شايفين قدامكم والله في أفلام لفريد الأطراج في أفلام لمحمد العبدوها في أفلام لرد قلبي هاي أفلام يعني كويسي لا بأس فيها كنا نحظرها وكان عنا سيمتين هوني هاي قدم سينما في إدليب وفيه سينما في ساحة البازارة هاي ما صلى زمانيين تمت بنجيع سبعة ثمانة سنين عشر سنين وبعدين سكاريت تمت هاي السينما ولتقوا السينماات كل ياتون عنا في إدليب وغير إدليب تشمع الأصدقاء بتشمع المحبين بتشمع الأهالي بتشمع هاي وخاصة لو أتبكون السينما فيها موجود عائلات مثلا رجال هو مزوجت ورجال هو خطيت ورجال هو هاي فيه هو المكان مؤسس كاسينما سابقا هو المكان الوحيد بالبلد فكافة خلينا نقول المدارس المعاهد اللي بتدي عرضو ثقافي معينة أو أيش برنامج هادف عابتوا معرضوه هنا البلد بفترة عشر سنين أو تلتعة سنين عانا من ضغوطات كبيرة وحابين نرجع البسمي ولو شيء بسيط لا أهل البغادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة